اكدت سعادة سيدة فاطمة بن جعفر الصير في وزيرة السياحة حرص الوزارة على مواصلة تعزيز أليات الشراكة مع الصندوق الملكي لشهداء الواجب وتفعيلها من خلال اشراك أسر الشهداء في برامج الوزارة ودعم الصندوق بما يعود بالنفع على أسر شهداء الواجب وأبنائهم وأعربت وزيرة السياحة خلال لقائها بالشيخ خالد بن سلمان بن خالد الخليفة مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب عن سعادتها وفخرها بتفعيل الشراكة مع الصندوق الملكي لشهداء الواجب والمساهمة في توفير الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لأسر وأبناء الشهداء تقديرا وعرفانا لما قدمه الشهداء للوطن وذلك من خلال دعم المبادرات التي يتبنها الصندوق لتحقيق الأهداف الذي تأسس عليها الصندوق وبما يضمن رعاية مستدامة لأبناء الشهداء ومن جانبه أكد مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب أن العمل مستمر مع كافة الجهات الداعمة للصندوق لبحث سبل تفعيل الشراكة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشهودة من رعاية أسر الشهداء وأبنائهم